الكويت تسعى لتنفيذ مشاريع طموحة تتعلق بالطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على النفط في إنتاج الكهرباء حيث بدأت بمشاريع عديدة تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبعد جهد دؤوب في العمل بهذا المجال أصبحت الكويت تحتل المرتبة الأولى خليجيا في إنتاج طاقة الرياح بلا شك وزارة الكهرباء والماء حريصة على أن تنفذ المشاريع ذات العلاقة بالطاقة المتجددة مثل ما تعرفون أنه الهدف عندنا أنه بحلول عام 2030 يكون 15% من إجمالي الطلب على الطاقة يأتي من الطاقات المتجددة وهذا يأتي تماشيا مع رقبة صاحب السمو في تحقيق هذا الهدف الكويت تتعاون مع دول مجلس التعاون لتحقيق هذه الهدف مشتركة المشاريع متعددة في دول مجلس التعاون ولكن نقدر نقول مشروع التوربينات الهوائية يعتبر الأول من حيث الحجم على قياسا لدول مجلس التعاون الخليجي مزيد من التطلعات لاستخدام مصادر بديلة للطاقة حيث يأكد المسؤولون أن الكويت تسير في الطريق الصحيح بمجال الطاقات المتجددة والمستدامة دولة الكويت الحمد لله في عندنا مشروع الشقاية المرحلة الأولى التي تحت إشراف وتنفيذ محد أبحاث الآن في كامل طاقة يعمل ثلاث أنواع من التكنولوجيا في الطاقة المتجددة طاقة الرياح وطاقة الشمسية والطاقة الحرارية المركزة 50 ميجاوات الطاقة الحرارية المركزة و10 ميجاوات الطاقة الرياح و10 ميجاوات الطاقة الشمسية الحمد لله الكويت ضمن الدول الخليج شقالين بلنبس بحق الاستخدامات الطاقة المتجددة ولكن كدولة الكويت الطاقة الرياح هي المركز الأول مشروع استخدام طاقة الرياح في الكويت يعتبر الأكبر على مستوى دول الخليج العربية ويساهم بشكل كبير في وصول الكويت لتحقيق الرؤية السامية بأن تمثل الطاقة المتجددة 15% من الطاقة المستخدمة في الكويت بحلول عام 2030 حسين الصائغ لتلفزيون المجلس